استوقفني النهاردة حاجة معرفش هتبقى مفيدة يا زيها او لا ولكن انا شخصيا وقفت عندها كتير وهي يعني انا مثلا مبلاش اتكلم على حد اشان ما بتكلم على حد الناس بتزعل وانا ما معرفش اتكلم على حد من غير اسامي لاني عايز اجيب مثال حي فخليني اتكلم عن نفسي انا مثلا ببان قوية وكده بس اكيد بمر باكتئابات شديدة يعني بس بحس انه هو لازم الواحد يقوم مرة تاني وبتبقى الهموم حاجات كلها حياتية مسئوليات مش عارفة ايه ولاد تفاهم مع الاخرين حاجات كده شفت الفيديو ده ولقيت ان في لحظة فيه واحد همه حاجة عمرها ما بتجي على بالنا انها في وقت ملاقوقات هتبقى همنا الاجبر رجل واقف جنب موته في السرير وهي خلاص بتطلع سكرات الموت يعني وهتقابل ربنا وهو كل همه انها تنطق بالشهادة وبجد همه وبجد تانشوف مابا تانشوف مابا شكرا ترجمة نانسي قنقرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صغير كس revive اور اشتركوا في القناة 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ما عرفش هيأثر فيكو نفس التأثير ولا لا بس حسيت كده اللي هو شريط الحياة عد قدامي قلت يعني إيه الهافة اللي احنا فيها ده قدام بنحرق دمنا على حاجات غريبة نهتم بناس أغرب وبيهمنا حاجات ما لهاش أي تلاتين معنا وفيها حاجات مهمة ما نفكرش فيها ولا بندعي لها حتى إن إحنا ما نعياش أو ما نمرضش أو ما نروحش مثلاً في حادثة عربية ويغم علينا أو 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 ما نقدرش ننطق بالشهادة وأكيد في المسيحية برضو في حاجة بتتقلق بالموت